هنروح للخبر المحلي التاني اللي معنا وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري ريشة الطائرة زي ما قلت لحضراتكم ان الوزارة هنا لها دخل كبير جد ولكن دخل او تدخلات مش بالشكل القديم مش بالشكل القديم اللي الناس عرفها تدخل حكومي وقرار لا 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 الوزارة هنا بتدعم تتدخل في حالة وجود اي شبهات مالية او ادارية غلط ولكن ما بتتدخلش في التفاصيل ودي احد اوه الدعم اللي بتوجهها الوزارة بقيادة طبعا الدكتور اشرف صبحي اللي هو كان رياضي اصلا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضر مواسم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لريشة الطائرة وده علشان تطوير اللعبة في مصر خلال اربع سنوات اللي فات ولو حضراتكم فاكرين كنا عملنا حلقة مع مسؤول التطوير في تحاد الدولي البحريني كان هو بحريني الجنسية ومسؤول التطوير في تحاد الافريكي وهو مصري ايضا الجنسية كنا عملنا حلقة وقعدوا مع بعض معنا هنا على نفس الستوديو واتكلمنا عن تطوير هذه اللعبة واضح ان خلاص المناقشات انتهت والبروتوكول اتحط مع علمه وحضر الدكتور اشرف صبحي هذا التوقيع وحضر المراسم التوقيع الدكتورة ساوسن توقع عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي واللي جات نيابة عن رئيس اتحاد الدولي اللعبة ودكتورة عالية حساب الله رئيس اتحاد المصري ليشة الطائرة وعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري وكمان حضر البحريني اهو البحريني جعفر ابراهيم اللي كان ضفنا في حلقة من الحلقات وده مسؤول للتطوير في الاتحاد الدولي والايرلندي جون شرار مديرا للتطوير او مديرة لاتنين التطوير في الاتحاد الدولي اللعبة وضم مراسم التوقيع فيديو الاهم من جهازات الاتحاد المصري عبر تاريخه وكلمة للسادة الحضور وتبادل الدروع بين الحاضرين واكد الدكتور اشف صبحي طيب الدكتور اشف صبحي كان موجود ليه لانه لازم تكون فيه رعاية من الدولة المصرية تضمن البروتوكول ده بتقدم وجه الدعم لهذا البروتوكول وده وضع طبيعي جدا وقال لكم ليه وجه طبيعي واكد الدكتور اشف صبحي ساعدته البالغة بتطوير الكبير اللي مرد به اللعبة في فترة اخيرة وده كان واضح من خلال ثقة ارتحاد الدولي اللعبة ومنحه شرف ان مصر تكون اول دولة في العالم تأخد المنحة دي في التطوير مصر هتبقى هي الهب العلامي لتطوير اللعبة طيب ليه الدولة المصرية النهاردة مهم جدا تبقى موجودة هتقول لي طب هو الاتحاد الدولي باله ومال او الدكتور اشف صبحي احدى البروتوكول زي ده انتوا عارفين اي بطولة بتتنظم اي بطولة بتتنظم في العالم او شري في مصر خلينا نتكلم في مصر على ارض مصر بينظمها اتحاد مثلا اتحاد زي الخماسي بينظم بطولة كأس عالم او بطولة عالم على ارض مصر لازم يكون في جابرمنت لتر يضمن ده النهاردة انت محتاج اتنظم بطولة عندك ولكن بيجي جواب من الدولة المصرية اللي هي مين الدولة المصرية وزارة الشباب والرياضة اللي هي الرعي اللي هي المظلة اللي احنا كل الكلام ده تحت منه الجهة الادارية هتلاقي النهاردة الاسكان وزارة الاسكان حقيقة الوزارة التضامن كل لازم في الاخر تلاقي عندك الطيرات وبتاعة وزارة الطيران شركات الطيران وزارة الطيران يعني لازم في الاخر تلاقي فيه مظلة في الدولة المصرية هي الجهة الادارية اللي بتشرف على هذا النشاط وده وضع طبيعي احنا دولة مؤسسات ومش كده بس اي دولة محترمة في علام دولة مؤسسات فالنهاردة ان تميين الجهة الادارية بتاعتك الوزارة وزارة لازم بتقدم جواب ضمان حكومي لأي طولة ما بالك في بروتوكول بتعمل وجود الدولة المصرية وابو قوة وحضورها بيضمن ان هذا البرتوكول هيتم رعايته بالشكل الجيد ويتم توفير لي كل شيء عشان ينجح فوجود الدكتور أشف صبحي هو مش جاي النهاردة عشان التقاط الصور التسكرية او لا لا خالص وجود الدكتور أشف صبحي كممثل للدولة المصرية وعلى رأس وزارة الشباب والرياضة بيضمن نجاح هذا البرتوكول بقول يا جماعة انا بجارانتي هذا الاتفاق وهذا البرتوكول ودي حاجة مهمة اذا كان البطولات اللي بتتنظم بيبقى فيها ضمان ما بالك ببرتوكولات كبيرة بتتنظم وفلوس هتتضخ واستثمارات من الاتحاد الدولي عشان مصر تبقى هب ما كانش ده هيتوصل له ابدا او هنوصل للمرحلة دي بدون دعم من الدولة المصرية احنا يعني زي ما بقول جير بوكس او يعني يعني احنا تروس مجموعة تروس شغالة كل ترسي بيشتغل في مجاله وفي الآخر في النهاية بيكون ده المصلحة مصر ومصلحة الرياضة المصرية ولكن دايما بنقول انه مطالب انه نلتزم بقرارات الجامعات المممية نلتزم بقرارات الدولة المصرية احنا الرياضة المصرية الأهم شكل لمصر براه هو الأهم وفوق أي اسم أو أي مسؤول النهاردة رياضي في مصر لازم يكون هدف هو يا سمعة مصر أي أن كان أي قرار اتخذ عليك أو أي قرار كان مش على هواك ولكن في الآخر هي دولة مصرية في الآخر هي الرئيس المصرية اللي ليها الفضل على كل الحقيقة ما كناش هنبقى أبداً نهاردة عادين مع حضراتكم ولا أي رياضي في مصر بيوصل المرحلة دي سواء جوة أو برا مصر بدون رعاية الدولة المصرية